أعلنت الأمم المتحدة من رامالله في الضفة الغربية أن الحاجات الهائلة للمساعدات الإنسانية التي ولدتها أزمات سوريا واليمن تشكل منافسة لجمع الأموال للاجئين الفلسطينيين وتؤدي إلى خفض الهباة إلى الفلسطينيين لسكان الأراضي المحتلة الحق في الحماية وضمان عدم هدم منازلهم وعندما يحصل ذلك نريد أن نحاول ضمان تلقيهم المساعدات التي يحتاجونها من دون أن تتم مصادرتها لذا سنواصل العمل الجدي لضمان أن ينال المحتاجون المساعدات التي يستحقونها يأتي ذلك تزامناً مع تحذير فلسطيني من خفض المساعدات واستمرار سياسات هدم المنازل على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل ويجبرها على وقف هدم المنازل والتسطي للمشاريع في المناطق الفلسطينية ويرمي نداء الأمم المتحدة إلى مواجهة الأزمة الإنسانية الخطرة ولسيما في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي والذي تعرض في العام 2014 للتدمير جراء هجوم إسرائيلي ترجمة نانسي قنقر